السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام حياكم الله نعود لكم من جديد مع لعبات لم ينجوا أحد نقول أول شيء قبل لا نبتدي حلقتنا لهذا اليوم نبارك لكم بقدوم شهر رمضان المبارك ونقول مبارك عليكم الشهر سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وياكم للصيامة وقيامة حلقتنا لهذا اليوم طبعا في الحلقة الماضية حصلنا على الحاجة اللي راح تفتح لنا الأسمنت وخلاص انتهينا عشان تطور أو تفتح هذا التطوير اللي هو للأسمنت احتاج إلى إيش ليمستون ليمستون طبعا الآن أنا جاهز أجيب ليمستون وبعد هالأمور كلها تكون جميلة وطيبة معاي فودي أسرع كذا بسرعة البرق الخاطف أروح أجيب ليمستون واش ده اللحوم اللي عندي طيب اللحوم وين أوديها ما أقدر أتصرف فيها الآن والله جبت أغراض كثير لا لا هذه خليها معاي أيوا هذه خليها معاي وجبت أدوية وجبت أشياء تفيدنا إن شاء الله في العلاجات وهذه كلها شي جميل خلينا أروح على عجل أجيب هذه قبل الليل طبعا المنطقة قريبة يمي كلكم عارفينها والله الله يعيننا شوي على المجانين هذولا ليش ما أخدت العربة ليش ما أخدت السيارة أجيب لأني أساسا ما رح أجيب كمية كبيرة فالكمية اللي أنا رح أجيبها كمية قليلة بإمكاني أشيلها وعلى عجل أرجع بسرعة اليوم إحنا في واحد من المعادن اللي راح نصهره اللي هو اللي مستون يستر الله ما يكون قدامنا يعني ناس أهل مشاكل يستر الله شوف يعني كثير من المعادن موجودة هنا يارب إن شاء الله حصلها كتن هيوى هذا اللي مستون وهذا أسمنت حصلت حصلت يعني حصلنا أشياء والله سكاكين راح أخذ هذا المشتي ممكن يفيدني بالمعارك القادمة وين اللي مستون هذا اللي مستون أو لي مستون آيرون ألمنيوم سلفات معني عارف إيش أقدر أطلع أقدر أطلع حبيبي عشان ما ما أتواجه مع المجانين هذا مخزن والله مخزن عدنا مخزن هذا اللي مستون أيوة الشكلة واضح كل ما يعني حبيت كذا تتمشى وتجيب معادن تعال المنطقة دي طبعا يعطونك معادن ولسه ظاهر باقي أتوقع هذا أيوة هذا الأمستون وهذا الأسمنت خلني أشيل أمور مثل هذه وبعد لسه باقي دور دور علوي والله استغرب اليوم ما في أحد من المجانين والله ما فيه اليوم ما دي يمكن عندهم عطلة أيوة وهذا أسمنت كذا اللعبة تصير حلوة لما تحصل أشياء اللي أنت تدور عليها خلاص الدنيا ليل 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 تمشى منطقتك والله كذا يعني هذا اللي تقولون نعم أتمشى منطقتي الآن خلاص أروح جبت اللي أنا أبغى والآن أطلع منطقتي خلاص دنيا ليل والله ما يصلح أنك تجازف علشان حجارة حجارة الأسمنت هذه ما يعرف إيش وش يبغى من عندي وش يبغى هذه مستوى اثنين خلصت زود شوي زود 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 العيار في القراءة يلا يا حبيبي زود العيار في القراءة ممكن شوية خاوينا بليد ما يقرأ كويس يلا زودنا لكم العيار يا جماعة وش تبغى أني أسوي لكم خلصت الأثنين بالكامل وضح معاي إني خلصت بالكامل آه أوكي خلص الآن وضعية الأسمنت خلصنا من عندها وجهزت وإيش لنا لنا النوم أوكي ونقول يا صباح الخير ما شاء الله الأمطار جايتنا وأصبحنا على يوم جديد طبعا 45 ونص من 50 كويس مبنانا الخاص بتجميع المياه شغال كويس ووضعه تمام آه خلونا الآن آه ندخل في موضوع صناعة الأسمنت مثل ما قلنا من أول أوكي يلا هذا الأسمنت فتح معنا بعد ما فتحنا التطويرات ونقول لكم طبعا يحتاج إيش يحتاج إلى صخور آه الليم اللي هو ستون ويحتاج إلى كله ويحتاج إلى حديد آيرون اللي هو هذا خامات الآيرون وهذا الكله ونشوف كم راح يصلح لنا والله ما أدري آه يلا راح أخليها تشتغل على آه تعمل لنا كرافتينج وإحنا من أساس آه عندي أنا من أول آه أسمنت أيوة فيه فيه عندنا أسمنت فيه عندنا كاليه آه هذه كلها راح نستغلها بعمليات البناء الجديدة الوضع وبشوف هل أنا أبني من الطوب ولا أبني من الحجر راح نشوف كيف كيف نسوه أوكي هذا الأسمنت بدأ الآن يتجمع عندنا أسمنت وحسب الطلب اللي أنا طالب من عنده راح يكمل لي البقية إن شاء الله بإذن الله حتى تخلص الكمية بالكامل أيوة هذه قاعدة الآن قاعدة أسمنتية يعني راح نغير الشغل من هذا إلى هذا ورح تمشي الأمور على ما أصلح القاعدة وأضبط فيها وأكسر الأعمدة الحجرية هذه ونقول ننتهي من موضوع المنزل الحجري راح أبني المنزل الحجري في مكان ثاني وضروري أني أطلع إلى المصنع وأجيب موارد بالإحلاق ضروري لأن الموارد لمستون هذا ضروري أن أجيبه وحديد أجيب نشوف خلص حولت الخرسانة الآن هي الأرضية الخاصة ولكن تحت الخرسانة هذه توجد أرضية حجرية ما شلت الأرضية الحجرية فموجود الخرسانة معنا إلى الآن علشان ما تكلفني الأرضية بتكسيرها تكلفني الكثير فالآن راح نضع الخرسانة وين بالطريقة هذه وخلصنا بكذا راح تمشي الأمور معنا خرسانة على حجر أوكي يلا إن شاء الله يكفي إن شاء الله تكفي الأرضية حتى يتم تجهيز البقية وهذه الأرضية الخرسانة جاهزة عندنا وهذه كذلك نقول العمدان الأعمدة الأعمدة راح أحتاج إلى كثير من الأعمدة أضبطها معاي طبعا أول حاجة أصلح الأعمدة الخاصة بالجوانب ما راح أصلح الأعمدة أول شي الوسط إن شاء الله ما نحتاج أعمدة وسط كثير إن شاء الله الأعمدة اللي في الجوانب هي أكثر شي وبعدها نشوف إيش يصلح الجسور هذا الآن فقط نقول يعني هذا المكان خطة الأعمدة وين راح تكون طيب نجي بعدين إلى الجسورة الآن هي شوية غلبة راح تصير لكن كل حاجة تحكمها يحكمها جسر يحكمها ما نعرف إيش أيوة هذا جاه هنا وهذا جاه هنا طيب نجي إلى هذا هذا مش جاي أكيد فيه جسور ناقصة قصدي أعمدة ناقصة نحطها وبتمشي الأمور إن شاء الله لسه باقي شي ناقص أيوة هذي جات شوف هذي جات باقي الآن اللي هنا أوكي هذي جات هذي ناقصة نضطر نعمل لنا عمود كذا وبعدين نجي بالجسر وخلص هذه أوكي الآن نجي إلى هذه أوكي وصل إلى وين وصل إلى هنا أوكي كويس هذا قصير جاء على طول وهذا جاء باقي النذا هذا يحتاج عمود موازيه يعني يوازيه فراح يجي على طول إن شاء الله أوكي خلاص طيب الآن باقينا الأعمدة الوسطية هذه هي الكارثة شوي هي يعني مثل ما نقول أوكي هذا جاء يلا هي راح شوي شوي راح شوي شوي تركب وتمشي طبعا الأعمدة لازم تكون أعمدة موازيتها نشوف الشيت الشيت الخاصة بالأسكف أوكي كده بالطريقة هذه راح تمشي الأمور ويانا بكل سهولة إن شاء الله قد يكون أصلح لي يعني هناك في المنطقة ذيك أصلح لي حاجة أوكي ممتاز ممتاز طلع برة طلع برة معلش راح راح نلغيها أوكي ممتاز ممتاز والله شغل شغل جميل أتوقع راح يطلع شغل جميل أوكي هذا زي البرندة طلعت هذه بأسقف ها جاهزة راح نحتاج إلى تجميعات بسيطة ونعود لكم علشان نكمل السقف هذا وراح أشوف هل هذه المنطقة راح أخليها فاضية ولا راح أقفلها بعد كذلك ما أدري أشوف لأن أتوقع هذا بيكون أوكي يعني بيكفيني وزيادة وخلصت طبعا البيت الداخلي هذه ممكن نخليها بعدين مساحة خارجية في البيت وهنا الآن راح أبتدي أكمل حطيت مدخل واحد وراح أشوف الطوب كيف صاير شكله أيوة هذا شكل الطوب يعني لو كان شكل حجري بيختلف يا سلام صراحة شكليا رهيبة جدا رهيبة البريكس خلص من عندي راح نجمع بريكس وكمل باقي البناء البريكس اللي هو الطابق الأحمر الطوب الأحمر وبعدين راح نكمل البناء يمكن عندي هنا آه عندي كثير كويس الحمد لله أنه عندي مصنع من أول بكثرة إن شاء الله لو ما كفة راح نزيد عندي حديد خامات حديد كثير وصاحبي ما يقدر يمشي توهقت معاي يعني تورط معاه الآن كيف خليه يمشي خلينا نخلص الدور الأول ونعمل صناديقنا وبعدها نشوف كيف وضعيته إذا كان فيه دور ثاني أو شي راح يبقى عندنا أفران للصهر صهر المعادن ويعني عندنا مكاء كثيرة تقريبا راح تكون متواجدة يعني راح تكون نحتاج نبنيها في المنطقة أعتقد أن المبنى الآن شكليا ما راح يبين ولكن إن شاء الله قدام راح نقدر نبينها لما نفتح التطويرات الجديدة في عندنا أشياء كثيرة راح نفتحها إن شاء الله بإذن الله معاكم أكيد ولكن خلونا نشوف الآن إن شاء الله الطابوق هذا بكفي أو إذا ما كفه نبتدي نشغل الفرن فرن الطابوق الطابوق الأحمر هذا نخليه يبتدي يشتغل بشكل يعني مستمر أكثر ونجيب فخار مثل ما جبنا أول حتى نتمكن من الانتهاء من عملية البناء هذه اللي والله نشوف شوية متعبة أوكي تحرك خاوينا الآن المنزل والله أحس إنه كبير بيطلع علي لكن كيف تفاصيله ما أدري هل أطلع من الشباك أيوة أطلع من الشباك يبقى هنا بعد فيه تفاصيل أخرى يعني كذا شكله شوية مش ولابد بصراحة ماهو حلو فيه فيه سلم غير يختلف عن هذا يريت مفتوح آه هذا 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 تذكرت إنه هذا أحطه هنا تقريبا في المنطقة دي لا والله شكله شكله مش مناسب عند الباب بالمرة مش مناسب ممكن هنا مقبول خليني خليني أشيل هذا رح حطه في المكان هذا وين أيوة هذا أتوقع هذا بيجي هنا في المنطقة دي ويطلعنا على السطح مباشرة أيوة هذا بيطلعنا على الدور الثاني تكون المنطقة هذه مساحة مفتوحة وطلعنا على الدور الثاني يحتاج إلى لقات أجيب لقز طيب الآن رح نبتدي بموضوع الصناديق صناديق والاستاندات الخاصة فيها رح تكون تقريبا في المنطقة هذه توقع رح شوي تتعبنا الصناديق كثير ف أبغى أشتغل عليها علشان الموارد تعرفون تحتاج إلى نقل كثير ونحتاج إلى موارد كثير ونحتاج إلى بلانك ونحتاج إلى سيمبل بارت ونحتاج 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 أشياء كثيرة أنا بالنسبة يشوفوا الوزن زايد عندي بسبب موارد البناء ولكن رح أرتب أموري أضبط أموري شوي شوي أخفف من الأوزان بالنسبة للمنطقة هذه نعتبرها مثل ما نقول تهوية أو مكان يعني كذا يصير وودي وودي تكون المنطقة هذه تكون بالطوب يعني الحيط القصير أحتاج أصلح الدرج اللي راح يطلعني على الدور الثاني ورتبت جبت الورك بنش هنا يعني الورشة تقريبا المنزل هذا شكله يعني هنا المنزل بيصير وتقريبا هنا بتكون الورشة يعني بنضبط بعض الأمور أوكي هذا الدرج خلاص نقدر نطلع عليه للدور الثاني من أول دايما أنا أحب منطقة تكون عندي فيها دور ثاني الدور الثاني إيش راح أسو فيه راح يجينا بعدين نشوف كيف راح نرتب أمورنا بالدور الثاني تقريبا احتاج بعد أجمع اللي بعدين بريكس وأقفل الجدران هذه هذه حطيتها أنا كذا الآن مؤقتا ما أدري ممكن مع الهجمات لو أحد جاءنا هجم علينا ولا شي ممكن تصير صراحة وضعها ما هو حلو الأفران أفران أفران البريكس أو أفران الطابوك موجودة هنا باقي الآن أجيب الصهار اللي تصهر لنا شوف هي وحدة وحدة لابد يعني الأغراض هذه كلها والله تحميلها يحتاج إلى وقت هذه أحتاج إلى أني أكسرها بالكامل وأنقلها هناك معاي لأنها لو نقلتها الآن هذا إيش 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 خلاص تقريبا المنزل عاد باقي فيه فقط الموارد إيش الأشياء اللي راح نستفيد منها هذه تقريبا موارد صهر أيوة كلها موارد قابلة للصهر نصهرها بعدين أشيل هذه وين أحطها فيه قد يكون هذا مكان يكون أفضل ولسه باقي عندي مكائن كثير راح أجيبهم إن شاء الله قريبا أو نفتحهم إلى الآن ما فتحناهم هذه خلاص راح يتم تكسيرها وعطتني الموارد كاملة لكن كويس أن الوزن عندي خفيف قدرت آخذ جميع الموارد يلا هي وحدة وحدة نقدر نشتغل فيهم ونخلصهم يعني على أمل ننتهي من المشاكل هذه شوف يجي هنا توقع خلاص هي هي نقلت الموارد هنا وجيبها هنا وخلصنا وأمورنا الآن كويسة بالنسبة هذه الورش الخارجية هذا خلصت آه باقي باقي السرير آه باقي ستيكس هذا خلصت بالنسبة لي انتهى فقط نحط له لقز ويبتدي يشعل النار ايش احتاج احتاج الى ستيكس علشان اكمل كمل السرير يكون في الليل نومي في السرير هناك معني كان ودي اجيب لقز قرب الليل علينا الآن نجيب بعض الاخشاب ممكن احصل آه لسه باقي شي قليل شوف كيف الدخول اتوقع السرير جاهز وهذا جاهز كذلك نقدر نستخدم الباب اصبح من الابواب الحديد باقي الشبابيك ما ادري هل يوجد شبابيك حديد او ننتقل الى مرحلة غير المرحلة هذه هذه كل الامور اللي الان موجودة عندنا اليوم اه عندي لقز كثير فمعناتها هنا نحط لقز يعني معناتها اخشاب وهنا طيب عطنا هذه هنا راح اشوف ايش طبعا هذه اول البداية طبعا اللقز ممكن الكثير من عندكم راح يقول لي لا حط لهم الستاند كلام عدل كلام كويس الستاند الخاص فيهم فيه ستيك وهذا اللقز اه والله انا ودي ان اخليه برا يعني ما احط هنا داخل يعني شكليا شوي ايو ايش يحتاج وود ستيك خليني 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 اجيب ستيك اطلع خليني اجيب ستيك ستيك هنا كثير اقدر اقطع هم اه هنا خلاص الآن اجيب اللقز خلوني اشوف يعني هذي راح راح امسح كلمة لقز ما احتاج يعني اللقز بيصير له مكان خاص فيه وننتهي منا وبعد ويبقى مكان خاص ايو كذا كذا صراحة اجمل واحلى وبعد ايش باقي عندنا من الستاندات باقي عندنا ستاند بالبلانك وستاند بالستيك وعندنا مكان خاص بالستون يعني الشغل صار كل دفعة واحدة هنا هذا خاص بايش هذا يحتاج استيك اوكي هذا خاص بالبلانك وهذا يبغى وودستيك ايوه باقي هذا خلاص هذا انتهى اوكي خلاص اثنين اتوقع يكفون وراح اخليهم علشان ناخذ اننا نومة والريح شوي الماء لحق على الماء انقذوه طبعا هذا ما ادري هل يركب له الموقد هذا الحلو والجميل هل راح يركب يركب لقدر او لا هذا الشي راح نعرفه لو جبنا القدر شكله ما يركب لا ما يركب ابدا ما يركب خلاص خلوني اخذ نومها الان و علشان نقول نشوفكم صباحا خلاص اصبحنا الصباح وهذا يومنا الجديد وما شاء الله الموقد معقولة شكله لا بد انه يطفى خل خل شغال براحته يعني خلصنا اعمال كثيرة في الفترة هذه اللي فاتت واتوقع ان المنزل القديم راح اشوف لحل يعني راح يخرب علينا حتى منظر منزلنا الجديد بكذا نكون نختم حلقاتنا لهذا اليوم اتمنى راح تستمتعون مشاهدة هذه الحلقة واتمنى ما تحرمونا من تعليقاتكم المميزة واللايك والاشتراك واغولكم الان في امان الله